اخواني طلبة قسمنا هي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجربية اقترح عليكم موضوع فيما خصى الرياضيات وتصحيحي اذا الجزء الاول يمثل النص متاع الموضوع متاع التمرين والجزء الثاني يمثل التصحيح هذا الموضوع اذا كما تشاهدوا لتكون الدلاجة معرفة على R كما يلي جلي اكس يسوي 2 أس اكس نقص اكس نقص 2 اولا احسب نهايتي الدلاجة عندها زيد لنهاية ونقص ملنية ثانيا ادرس اتجاه تغيير الدلاجة وشكل جدول تغييرته ثالثا بين المعادلة جلي اكس يسوي سفر تقبل حلين بيطا والفا ثم تحقق انها الفا محصور ما بين نقص 1.6 ونقص 1.5 وبيطا يسوي سفر رابعا عين اشارة جي على R الجزء الثاني من 80 لتكون الدلاجة معرفة على R كما يلي F لأكس يسوي أس أس اثنين اكس نقص أس اكس مضروف X زيد واحد سيف المنحنى الممثل للدلاجة في معلم متعامد وماتونانش اولا تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي X رابعا يسوي أس اي اكس مضروف في أس اي اكس ناقص X زيد واحد ثم احسب نهاية الدلاجة عند ناقص ما لا نهاية ثانيا تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي X F لX يسوي أس اثنين اكس مضروف في واحد ناقص اي اكس على أس اي اكس ناقص واحد على أس اي اكس ثم احسب نهاية الدلاجة عند زيد ما لا نهاية ثالثا بيّن انه من اجل كل عدد حقيقي X F فتح لإكس معناه المشتقة تسوي أس اي اكس مضروف في جي لإكس رابعا حدد اتجاه تغير الدلاجة وشكل جدول تغيرتها خامسا بيّن ان F لألفا يسوي ناقص واحد على ربعة ألفا مربع ناقص واحد على اثنين ألفا ثم استنتج حصرا للعدد F لألفا سادسا احسب F لواحد وF لواحد فاصل خمسة ثم انشى المنحناء CF والسماء السلام عليكم وانتظروا الجزء الثاني هو تصحيح هذا الموضوع وانتظروا الجزء الثاني هو تصحيح هذا الموضوع